هخش معك على طول في النادي الأهل الأول الأهل مبارح قدام الهلال عمل مباراة متوسطة يعني نخلينا نقول متوسطة والهلال فريق أو خصم مش قوي يعني فنيا الأهل فارق عنه بشكل كويس ورغم كده الأهل ما قدرش يحقق الفوز مبارح رأيك ايه في هذه المبارح؟ أكيد ده أداء متواضع يعني أداء متواضع مش متوقع من بعد كاسعام الأندي يعني متوقع أداء أحسن من كده وأنا بشوف أن السبب الرئيسي وأفضل أكد على كلامي كل مرة طريقة اللعب طريقة اللعب هي مش مهم أنت بتلعب مين مش مهم أنت بتلعب بره ولا جوه مش مهم أنت بتلعب فريق قوي أو ضعيف مهم جدا على مستر مسماني حتة 4-3-3 مش هيخد المردود الجيد من اللعبة مش هيخد المردود الجيد في المباريات لما غير طريقة اللعب وليعب 3-4-3 الأداء كان كويس وحقق نتائج إيجابية وحقق مكاسب وحقق بطولات بيها مع 4-2-3-1 برضو دي من خطط اللعب أو من طرق اللعب اللي بتبقى جيدة اللعبة عندها إمكانية وعندها حلول مع مفتاح اللعب الكتير اللي بيقدروا يستغلوها طب هي مشكلة طريقة لعب ولا مشكلة واجبات يعني الأهل 4-3-3 لعب بيها قدام الهلال سيبك أنه الهلال السعودي انه طرد منه 2 اللعبة بعد كده بس الأهل كان بادئ المباراة بشكل كويس جدا 4-3-3 أنا بس بحس إنه الأهل في المباراة الخارجية مش هو المبادر مش هو اللي بيهاجم مش هو اللي عايز يكسب المباراة أنا بحس إنه هو أسلوب أو فكر المدير الفني مش طريقة اللعب طريقة اللعب ساعة بتنجح وساعات لا حتى 4-3 ساعات الأهل كان بيقدم بها مباراة مش جيدة رغم إن هي فيادة الأهل حتى في الأمور الدفاعية نحسنها شوي بس كريم في بعض المباراة زي ما بقولك لو ما خدش المبادرة وإنت نادي الأهلي على مستوى أفريقيا طبيعي إن أنت بتلعب داخل ملعبك أو خارج ملعبك إنت لازم تاخد المبادرة لازم تنزل تفرد أسلوب لعبك صح لكن مع طريقة 4-3-3 في بعض الأقوات إنت هيبع عندك مفاتيح لعب إنت مش تقدر تستغلها أهمهم أفشة ده من أهم اللعيبة اللي أنا بشوف أن أنت بتزلم أفشة وبتزلم الفرقة لما بتلعب على طرف من أطراف الملعب ممكن اتكلمت معك في الموضوع ده قبل كده لأن أفشة هو اللعيب الوحيد اللي بينقلك من ناحية الدفاعية للناحية الهجومية اللي لازم الكرة تعدي عليه في بعض الأوقات هتلاقي حتى لما أفشة بينزل الرجل بيلعبه طرف في شمال قدام علي معلول يعني في المباراة اللي فاتت لعب أفشة تلقاي أوتوماتيك مع طبيعة لعب أفشة أو مع الحرية اللي بياخدها هتلاقيه بيسحب نفسه وينزل تحت الفرود لأنه هذا الطريقة أول أو السيستم اللعب اللي متعود عليه أفشة هنا أنت بتفقد قوة هجومية ضربة من أطراف الملعب من أطراف الملعب عن طريق أحمد عبدالقادر سواء ومع طهر محمد طهر طهر أنا بشوف أن أنت كتر التنقل في المراكز يعني طهر المطل المباراة اللي فاتت لعب طرف يمين المباراة اللي قبلها فروة صريحة مع أن عندك حسام حسن لكن هنا لو عملت مرات مونتري كان حسام لسه ما بقاش جاهز كان لسه لجع من أصابة أو لسه ما كانش جاهز ماء في الماء أنا بتكلم على طهر مش هيقدر يديك المردود اللي مستنينه منه جماهير نادي الأهل مرات مونتري عمل مبرامة أولى جدا بس كان فيه مساحات كتير فقدر يتحرك فيها ممكن ميلعبش طبعا أتفل معاك أنه كان مهاجم مش هلعب وجبات المهاجم لو في مبرامة أفلها لكن مبارات مونتري يمكن عشان كان فيه مساحات فطهر عمل مبرامة أولى جدا بس لو هنتكلم عن كاس عمله كان ليه ظروف يعني كان فيه ظروف مع مستر المسلماني إصابات وغيابات واشتراك اللعبة مع منتخب مصر في كاس الأمم لكن أنا بكلمك في بعض الأوقات لو ما فردتش أسروب لعبك في مبارات كتيرة ومن أهمهم يعني الهلال كان في أول عشر ده مستنيك أنت هتعمل إيه فمستنيك تاخد المبادرة طبعا أي فريق زي ما قلت لك كريم في أول الحلقة أن أي فريق هيلعب نادي الأهلي هو لازم هيشوف رد فعلك إيه أو يشوف فعلك إنت معي بس هو ده أول عشر ده وما خدتش المبادرة هو هتجرق عليك أنت عارف مش عارف سمعتني في الأول علاقة كنت بقول أنه نفس الأهلي كده شوفه زي مانشستر سيتي وباريس سان جرمان اللي هو نازل قدام أي منافس في أوروبا يعني كله خايف منه سواء بقى على ملعبه أو بقى ملعبه التشكيلة بتاعتك وتاريخك وحضرك يقول أن أي منافس هيبقى إعلام منك تيشيرت النادي الأهلي يعني تيشيرت النادي الأهلي هو أي فريق سواء دخل مصر أو خارج مصر مش مهم يملي لابسه المهم طريقة اللعب هتبقى عاملة إزاي المهم اللعب هيقدي إزاي سواء على الناحية الهجومية أو الناحية الدفاعية عشان كده بكلامك فطرق اللعب أنت جربت يا مستر مسماني أن الأولى بلعب 4-2-3-1 أدائي بيبعامل إزاي لما بنزل أفرد أسلوب لعبي حتى لو على فرق برى الملعب هي طرق اللعب من أهم الطرق اللي تناسب القماشة اللي معك همشي معك ف4-2-3-1 حلو إن إحنا داخلين في أمور فنية أول 4-2-3-1 الموسم اللي فات الأهلي دخل فيه في الدوري عدد كبير من الأهداف عدد ما تعودش النادي الأهلي يخش وكان فيه مشاكل دفاعية كبيرة أنت بتتكلم على الناحية الهجومية أن أنت تستفيد من أفشة تستفيد من اللعبين هجومين بس كان الخطة دي مع اللعبين الحاليين كان فيه مشاكل وراء كتيرة تمام فهو الراجل حبي يعلجها إما ب3-4-3 إما ب4-3-3 لما وقف في 4-3-3 ديانج مع حمد فاتحي مع السلية أمن وحافظ على الخط الدفاعي إلى حد كبير يعني الأهلي في مبارات الإلهي حتى لو الهجوم ما كانتش بشكل كويس بس كان قادر يحفز على نفسه دفاعية يعني أنا ما كانش فيها جماعة خطيرة على مرمى علي لطفي خالص لا خلينا نتكلم بواقعية إن فيه مشاكل دفاعية فيه مشاكل دفاعية وراء علي معلول في حالة لما بيتقدم ودي زهرت في مبارات على ما أعتقد بقى المراس في الهدف الثاني وزهرت وسببت خطورة في مبارات الهلال حتة الوراء علي معلول هنا بشوف حتى لو الراجل لعب 3-4-3 هو من أهم الناس اللي لازم يلعب في الثلاثة الوراء أي من أشرف أي من أشرف لأنه بيقدر يعمل الكوفر أو دي حتته سواء سرد باك ناحية الشمال ولو هيلعب مثلا ياسر إبراهيم أو هيلعب أي حد سرد باك ناحية تانية وقدمه محمدي فتحي كان من أهم الناس اللي بقى موجود في المكان ده أي من أشرف لأنه بيقدر يعمل الكوفر ولا علي معلول لأن في طريق 3-4-3 أنت بتدي حرية للباكين بتدي حرية للباكين بيكملوا في الناحية الهجومية عشان كده هنا لازم ما ينفعش من مباراة المباراة فده لغير في طرق اللعب خلاص أنا ماشي كويس بـ 3-4-3 مع نزول مع أن أنا بنزل بفرد أسلوب لعب حتى في مباراة حتى اللي خارج ملعبي زي ما قلت لك النادي الأهلي دخل ملعب أو خارج الملعب مع فرق صغراء ومفرق لازم تنزل تفرد أسلوب لعبك لأن الفرق مستنيك أنت هتعمل معي هذه المشكلة الكبيرة طيب